اهلا بكم يا بورج الطور في القراءة العامة لشهر يونيا ان شاء الله القراءة دي هتكون قراءة عامة بتشمل جميع جوانب الحياة عاطفة عمل وصحة كمان في نهاية القراءة دي هنشوف للمنفصلين منكم اذا كان هيكون في عودة لشخص من الماضي ولا لا وكمان للعزاب اذا كان هيكون في شخص جديد هيدخل على حياتكم ولا لا للمنتظرين شخص جديد يدخل حياتهم طبعا القراءة دي عامة مش شرط ان هي تنطبق على كل الناس فالقراءة دي للبرج الفينوس والشمسي والقمري والصعد فلو انت حسيت ان القراءة مش منطبقة معاك او تطبقها ضعيف او عكسية تقدر انك تسمع الفينوس او القمري او حتى اطالع بتاعك للمنكم ما يعرفش خرطه الفلكية يقدر ان هو من خلال جوجل يعمل سرش بسيط وبساعة ميلاده وتاريخ ميلاده يعرف خرطه الفلكية بشكل تام فاتمنى ان القراءة دي تكون قراءة مفيدة بالنسبة لكم ان شاء الله فخلينا نشوف شهر يونيو بورج التور يونيا بورج التور بسم الله بورج التور هنا الحبيب مين في عقلك الباطن يا بورج التور السيفن اوف كابس ايه حقيقة مشاعرك تجاه الحبيب السترينس انت مين في العقل الباطن عند الشريك السكس اوف سورد ايه مشاعر الشريك تجاهك السكس اوف فوند ايه نوايات تجاهك وتجاه العلاقة السكس اوف سورد احوال العمل والاموال والفلوس الوضع الصحي زامون هل هيكون في عودة لشخص من الماضي ولا لا الدس هل في شخص جديد هيدخل على حياتكم ولا لا الجودجمنت وهنا كارت للنصيحة زامبرور طاقة العلاقة حاليا الايسوف بنتيكلز يعني انا شايفك مقرر انك تبدأ بداية جديدة في حياتك يا بورج التور ممكن تكون بداية جديدة مع نفس الشخص او بداية في حياتك بشكل عام غالبا البداية دي هتكون في حياتك بشكل عام لان في مشاعرك هنا تجاه الشريك وهو ان انت عاوز تجمد قلبك وان انت تستقوى عليه فغالبا انت عاوز تشوف حياتك وعاوز تكمل الامام وتنجح وتبدأ بداية جديدة في حياتك وتعمل حاجات كتير حلوة تتعلم حاجات جديدة تبتدي ان انت تشتغل لو ما بتشتغلش تطور من عملك وتطور من فلوسك عاوز تبقى انسان جديد وتعمل حاجات جديدة في حياتك بسبب ان انت شايف ان الشخص ده كان معلقك بيه لفترة طويلة قوي وممكن يكون الشخص ده كان بيرفض حبك في الماضي ممكن يكون هو شخص يعني مقدرش اقولك ان هو شخص مرجيثي ولكن من الواضح ان هو شخص عنده مشاكله ومر بعلاقات كتير وطلع من علاقات كتير من غير ما يعمل شفاء لنفسه وغالبا المشكلة من عنده بسبب ان هو عنده تعلق باشخاص من الماضي وغير مستعد ان هو يدخل في علاقات جديدة وبالتالي معلقك معاه وانت مش عارف تكمل في العلاقة دي فخلينا دي كانت طاقة العلاقة يعني خلينا نشوف القراءة هتقول لنا ايه بس قبل ما نبدأ في القراءة خليني برضو اخد لكم كروت الملايكة الابراج اللي طلع معايا هنا في برج الاسد وبرج الاسد تاني برج الحوت برج العقرب برج الميزان وبرج الحمل وبرج الدلو الطاقات مائية هوائية نارية اقل حاجة ترابية يعني هنا الملايكة بتقول لك حل سلمي علشان كده انت ممكن تكون متعصب من الشخص ده وبتقول انا هقطع معاه وانا هبعد وكده وكل الكلام ده بسبب ان انت شايف ان هو شخص معلقك معاه في العلاقة ومش مصرحك بايه السبب فهو الشخص ده عنده مشاكله وهو مش حابب يقولك او مش حابب يصرحك بيها فعلشان كده بيقولك ما تظلمش الشخص ده وحتى لو انت عاوز تنفاصل عنه فحاول ان الانفصال ده يكون انفصال سلمي وانك توصل لحل سلمي مع الشخص ده اوكي هنا بيقولك عدم خوفك من الحرية هو الضوء اللي بينور العالم فخليك دايما شخص حر شخص مبسوط شخص ناجح شخص بتعمل اللي انت عايزه وده اللي انت فعلا بتسعيله انت عاوز تنور حياتك وعاوز انت نفسك تضيء فبيقولك استمر على ما انت عليه وما تخافش من الحرية وما تخافش ان انت تفقد الشخص ده حتى لو انت هتبعد عنه وما تعلقش نفسك به خليك دايما شخص حر شخص قوي وده اللي انت فعلا بتحاول تعمله فهدا شيء كويس جدا يعني اوكي بسم الله انت في حاجات كتير تعلمتها من العلاقة دي خبرتك الروحانية زادت وتعلمت حاجات كتير فانت كمان بقيت مدرس تقدر ان انت تعلم الناس حاجات روحانية وبقى عندك طاقة شفاء من خلالها بتقدر ان انت تشفي نفسك وكمان تشفي الناس اللي حواليك عندي احساس ان ممكن القراءة دي تكون عكسية على فكرة لكن على كل حال انت خليك دايما شخص ناجح شخص مبسوط شخص ما بتخافش ان انت تكون شخص حر وعلى كل حال يعني ما تخليش في عداوة ما بينك وما بين اي شخص خلينا نشوف الشريك مين في عقلك الباطن انت في عقلك الباطن زي ما قلنا انت مش قادر تفهم الشريك ده حاسس ان هو معلقك معاه في العلاقة انت بتفكر كتير يعني شايف الشخص ده شخص مناسب ليك لكن انت حاسس ان الشخص ده فيه في حياته ناس كتير ممكن برضو انت يكون فيه في حياتك ناس كتير ومش عارف تعمل اختيار بس انت حاسس ان الشخص ده معلقك معاه من زمان في العلاقة دي يعني انت شايف بتشعر بالحيرة جواك مزيج من الطاقة يعني انت زهقت من الشخص ده وبطلت ان انت عاوز تتعامل معاه عاوز ان انت تسيب العلاقة دي لانك شايف ان الشخص ده متردد في حبه ليك شاكك ان هو ممكن يكون فيه حد تاني في حياته وان هو معلقك معاه في العلاقة دي لكن في نفس الوقت انت بتحب الشخص ده ونفسك ان انت ترجع له وبتفتقده جدا وبتفتقد لأوقاتكم سوا فانت في عقلك الباطن في حيرة في حيرة وفي مشاعر مختلطة بس برضو الصوت الغالب في عقلك الباطن هو ان انت عاوز تسيب العلاقة دي لان انت شايف ان هي علاقة ما لهاش مستقبل وان الشخص ده معلقك معاه في العلاقة دي مشاعرك ايه تجاه العلاقة يعني انت ناوي ان انت تجمد قلبك وان انت تاخد زمام امور العلاقة دي في ايدك انت وانت اللي تسيطر على العلاقة دي وتعمل شفاء لنفسك وتقول امتى نقرب وامتى نبعد عاوز ان انت اللي تتحكم في الشخص ده مش هو اللي يتحكم فيك ده شيء ايجابي لكن ما تحاولش ان انت تكون قوي زيادة عن اللزوم لدرجة ان الشخص ده يكرهك او يكون في عداوة ما بينكم يعني حاول ان برضو يكون فيه ود وسلام ما بينكم انتو الاثنين اه ده انت قلبك مكسور ده انت ممكن تكون كمان شايف ان الشخص ده هو اللي سابك ورفض حبك في الماضي وكسر قلبك وسابك وحيد وحزين ومعبركش وأهانك ويعني كنت بتبقى محتاجه وما كانش بيقف جنبك كان ممكن بيشوفك تعبان ما كانش بيسأل فيك وما كانش بيعبرك ورفض حبك فانت قررت ان انت تجمد قلبك بقى يعني هتقول اه انا جوايا مشاعر حنين تجاهه كل شيء اه لكن كل ما تحن بتبتدي ان انت تفكر نفسك لا يعني انا مش مش هتنازل انا مش هخيب انا هفتكر هفتكر المواقف البيخة اللي هو عملها معايا هفتكر المرات اللي هو قصرني فيها وسبني وحيد وانا محتاجه انا مش هضعف انا مش هحنله وهسيطر على مشاعري علشان ما حنش لي وعلشان ما كلموش وعشان ما قربش منه ده اللي انت بتفكر فيه اه طيب انت مين في العقل الباطن بالنسباله خلينا نشوف هو انت في عقل الباطن استكسف سورد هو عارف ان انت عاوز استقرار العلاقة دي وعارف ان انت مشيت علشان العلاقة دي ما بتتحركش هو عارف ده كويس قوي اه في عقل الباطن عنده شغف شديد تجاهك يعني انت حاجة جميلة قوي بالنسباله وعنده انجذاب شديد وطاقة شديدة تجاهك وعنده شغف تجاه العلاقة وفي عقل الباطن كمان بيشوفك المصير اه لكن هو عارف ان انت جمدت قلبك وان انت مشيت للامام وشفت حياتك بسبب ان هو شخص اه ما بياخدش اي اكشن في العلاقة يمكن كمان كانت علاقتكم اون اوف اه فهو عارف ان انت مشيت للامام وشفت طريقك بالرغم من الحب والشغف المتبادل اللي ما بينكم اه لكن من خلال الكميونيكيشن اللي ما بينكم شايف انك بقيت شخص عملي اكتر وبتعرف ان انت ازاي تسيطر على مشاعرك وان انت بقيت شخص اقوى اه طيب ايه حقيقة بقى مشاعره تجاهك خلينا نشوف مشاعره تجاهك هي السيكس وف واند هو عايز يصلحك على فكرة الشخص ده هو اه ممكن يكون كان في الماضي شخص تقلان شخص مشغول شخص عملي قوي اه لكن هو عايز يصلحك عايز يصلحك ويدديلك عرض عايز يرجع العلاقة كما كانت وعايز يصلحها وعايز يشوف انت عايز ايه ويعمله لك عايز يعمل لك اللي انت عايزه وعايز يشوف طلباتك ايه وينفزها لك ده اللي هو بيشعر به طيب خليني أشوف نواياه هل هو فعلاً هينفذ اللي هو بيشعر به ده ولا لا يعني هل فعلاً هياخد خطوة تجاهك وهيصلحك والذي بس مجرد مشاعر ويصوت داخلي جواه خلينا نشوف لا هو هيستنى شوية هو هيفجأك هيستنى شوية هو عاوز يعمل ده بس هو مش عارف هيعمل كده ازاي هو عارف ان انت بقيت شخص قوي وشخص عملي وان انت مش هتقبل بمثلا عودة العلاقة كده وخلاص يعني انت الموضوع بالنسبة لك مش لعب عيال فهو عايز يعمل حاجة عملية علشان يثبت لك ان هو شخص جد يعني عاوز مثلا ياخد خطوة جدية تجاهك يعني او ارتباط رسمي عاوز يفجأك يعني مثلا عاوز يجيب المأزون ويجيلك يعني حاجة كده يجيب من الاخر علشان يدهشك ويعمل حاجة تخليك فعلا يعني تتصدم صدمة ايجابية فيه وتوافق انك ترجع العلاقة مرة اخرى لكن غالبا الموضوع ده هياخد وقت يعني مش دلوقتي طيب خليني برضو قللكم الابراج اللي طلعت معانا تاني هو طلع برج العقرب وبرج العزراء والسراطون دي الابراج اللي طلعت تاني فهو هنا بقى بيقولك ان لما الشخص ده يرجعلك حاول انك توصل لحل سلمي معاه وبرضو استمع لاحساسك الداخلي وما تقبلش باي قيود في العلاقة دي خلينا بقى نروح للأحوال العملية العمل والاموال والفلوس هو انا شايف ان انتو ما شاء الله يعني فيه فلوس كتير داخل لكم ده انتو طلع لكم ملكة النقوط شخصيا منكم ناس ممكن تكون انت بدأت بيزنس او بدأت مشروع في الماضي وبتشتغل على المشروع ده جامد قوي بكل جهدك وبكامل طاقتك واحتمال على فكرة يكون الشغل ده يعني عمل روحاني او عمل لي علاقة بالروحانيات يعني انت بتعمل شيء روحاني لان كمان انت طلع لك هنا ان انت ممكن تكون بتعلم الناس حاجات روحانية فغالبا هو عمل روحاني او ممكن تكون انت بزلت فيه مجهود كبير قوي لكن ما كانش بيجيب لك فلوس فهو هيبتدي يجيب لك فلوس في الشهر ده ولو كان انت فعلا بتشتغل في حاجة روحانية فهتجيب لك فلوس اضعاف اللي انت كنت بتاخده في الفترة اللي فاتت فيه عندك نجاحات كتيرة في العمل وفلوس دخلالك وغالبا يعني انتو هتشتغلوا في حاجات روحانية لو انتو ما كنتوش بتعملوا كده بالفعل فيه شهرة وفلوس وفيه نجاح منتظركم حتى دراسيا هتحققوا نجاح كبير قوي وهتوصلوا لحاجة كبيرة يعني واللي منكم كان منتظر شيء هيحققوا ان شاء الله فأموركم ماشية بشكل كويس قوي اما صحيا فخليني اشوف انا شايف ان انتو في عندكم بس شوية اكتئاب الستات منكم المتجوزين ممكن يكون في عندكم حمل ولو كان في حمل ان شاء الله هيكون في ولادة برضو شايف ان انتو يعني محتاجين تاخدوا بالكم من اطفالكم لو انتم عندكم اطفال محتاجين ان انتو تعتنوا باطفالكم زيادة او تكسفوا عنايتكم باطفالكم وتاخدوا بالكم منهم اكتر لو انتم عندكم اطفال يعني دا اللي ظهر لي طيب هل هيكون في عودة لشخص من الماضي ولا لا خلينا نشوف لا هي مش هتكون هذا الشهر هيكون بس في تواصل روحاني ما بينكم يعني العلاقة دي شكلها منتهية من زمان وانتم متعرفوش حاجة عن بعض لكن الشخص دا على فكرة بيرقبك وامتابع اخبارك وفي تواصل روحاني عالي قوي ما بينكم الشخص دا بيحبك قوي و بيرقبك على السوشيال ميديا ممكن كمان يكون بيرقبك من حسابات وهمية لو هو ما بيرقبكش على السوشيال ميديا فانتو في بونز يعني او رابطة روحانية قوية قوي ما بينكم وبتشعروا ببعض وفي تواصل عالي بالروح ما بينكم بتحسوا ببعض حتى وانتم بعاد عن بعض حتى وانتم ما بتتكلموش حتى وانتم ما تعرفوش حاجة عن بعض كل واحد منكم بيحس التاني بيحس بالتاني وبيعرفو هو بيشعر بايه حتى من غير ما يشوفوه ومن غير ما يتكلم معا طيب هل في شخص جديد هيدخل على حياتكم هذا الشهر ولا لا خلينا نشوف هو في شخص جديد هيدخل على حياتكم بس يعني مش هيدخل على حياتكم كعلاقة انتم ممكن هتتعرفوا على حد جديد ويكون صديق لكن العلاقة دي هتاخد وقتها ان هي تتطور يعني مش هتتطور بسرعة هتاخد شوية وقت ممكن هتتعرفوا على الشخص ده من خلال العمل او ممكن هتتعرف عليه مثلا في محكمة يعني او في عمل يعني ده اللي ظهر لي ممكن يكون الشخص ده من برج الدهلو او الميزان الطاقة دي جديدة اوي دهلو ميزان او برج قوس ممكن يكون من اي طاقة هوائية او مائية فنصحتك يا برج تور ان انت تتحلى بالحكمة والمنطق يعني حكم عقلك برضو يعني حكم عقلك ومتخليش في عداوة ما بينك وما بين اي شخص برج التور يعني من الابراج برضو اللي هي ما بتسمحش بسهولة ويان هي من الابراج الشيالة شوية معلش سامحني بس برج التور يعني من الابراج اللي مابتعرفش تسامح ومابتعرفش تنسى القذى لو أنت تقذيت من شخص ما بتعرفش تنسى الأذى اللي هو أزهولك فبالتالي ما بتعرفش تستمحه بسهولة فهنا بيقولك يعني حاول أن أنت تخلي العقل هو اللي يشتغل شوية ويقفل على المشاعر وحاول توصل لحل سلمي وما تخليش أنه يكون في عداوة ما بينك وما بين أي شخص يعني استمع لإحساسك الداخلي واستمع للروحانياتك وخليك دايما شخص حر فدي كانت قراءتك يا برج التور أتمنى أنك تدعمنا بلايك وشير لو كانت عجبتك القراءة أتمنى كمان أنك تشترك معنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الإنستجرام علشان هنطلع لايف من هناك إن شاء الله بشكركم طبعاً كلكم وبتمنى لكم السعادة والحظ الموافق ومع السلامة علشان في الشهر اللي فات في حد قال لي فين مع السلامة ما قلت هاش يعني فمع السلامة وأشوفكم إن شاء الله في قراءات أخرى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر